اعتام عدسة العين المياه الزرقاء المياه البيضاء الساد جميحها مسميات تشير إلى حالة مرضية تصيب العيون هذه الحالة المرضية اهمالها لا قدر الله قد يهدد في مراحل متقدمة بفقدان الرؤية لذلك يجب الكشف الدوري عن صحة العيون كونها قد تكون صامتة حتى نتحدث اكثر عن المياه الزرقاء ضيفنا اللي نضمننا اليوم في حقك تعرف الدكتور عبد الرحمن العبادي اخصائي جراحة وامراض العيون مرحبا فيك دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن بداية نتحدث عن المياه الزرقاء متى يعرف المريض بانه مصاب بالمياه الزرقاء ما هي اعراضها الاولية نقول لما قدمتك كافي وافي هي مسميات كثيرة اللي هو هي نفسها هي المية البيضة او الزرقاء او باللغة الفصحة الساد المريض يعرف هو المريض يجي يشكي من غباش او يقولك انا بطلت اشوف زي اول ان تشوش في الرؤية تشوش وفي انواع منها خاصة مثلا بالرؤية الليلية او بالاضاءة او اثناء فترة الخروج للخارج بالشمس يقولك انا بطلت اشوف فعلا في انواع دايركت المريض يبيعرف وفي انواع المريض يقولك انا نظر موزي اول فهاي بتطلب مراحل حتى يبلش النظر ممكن يعتقد انه عنده قصر نظر في البداية هو فعلا في انواع من المياه البيضاء تعمل قصر نظر كاذب او تعطي درجات قصر نظر بس المريض يعمل نظاره وما يتحسن ما هي المشكلة دكتور انه يلجأ المريض الى ارتداء النظرات الطبية حتى دون استشارة الطبيب مختص في امراض العيون صحيح اعتقادا منه بانه هذا الشيح سيسم في حل المشكلة فعلا لكن انت ماذا تنصح المرضى يعني في حال وجدوا هاي الاعراض لديهم هي شوفي هو النظر شيء مهم جدا والمفروض اي حدا يشوف انه والله بطلت اشوف او نظري خف عن السابق لازم يفحص لانه كل شيء تعالج ببدايته يكون اسهل للمريض والطبيب فهي المياه البيضاء موضوع سهل وبسيط جدا والحمد لله هلا اختلفت الامور عن السابق كثيرا يمكن لقدام ممكن نحكي عن العمليات بس الموضوحها سهل وبسيط هي مش مرض هي تغير يصيب العين فيه ناس اكيد مع العمر خاصة الناس اللي يتقدم فيهم العمر هادول اي ناس بعد الخمسين وارد يبلش عنده موضوع المياه البيضة فيه مياه البيضة ممكن تسيب شوي يعني في عوامل خطر اخرى يعني الاعمار الاصغر شوي خاصة المياه اللي بتسيب او بتكون قريبا المحفظة الخلفية هادول فعلا يبلش تأثر يقولك انا نسواق بالليل بطلت اسوق بالليل لانه انا مو شايف الضو كثير بزعجني فلا ينصح اي مريض بلش يشعر انه والله النظر بلش يخف او يقل تدريجيا انه يجي لفحص العيون وفحص روتيني وسهل جدا دكتور من الاشخاص الاكثر عرضة انت ذكرت بانه مع تقدم العمر هل هناك حالات مرضية اخرى مرتبطة بالمياه زلقاء ومياه البيضة اكيد الكبار بالعمر هذه فئة عمرية في الغالب نشوف عندهم موضوع المياه البيضة الناس اللي اخذوا كورتزون الناس اللي عندهم سكري كورتزون حبوب دوائية او قطرات يعني قطرات او عن طريق الفم السيرويدات يس خاصة الناس اللي اخذوه على فترات طويل مرضى السكري بعضهم الناس اكثر عرضة لموضوع المياه البيضة على عمار اقل الناس اللي تلقوا ضربات على العين وارد جدين يصير عندهم مياه بيضة وفيه المياه البيضة من الطفولة او بيجي من المياه البيضة الخلقي هذي هاي من عمر يوم بتبين هذا شو بيكون اسبابه دكتور هذه عوامل جينية او عوامل وراثية او اشياء صارت اثنان فترة يعني ممكن عدوى في الرحم وارد بس هي عوامل جينية اكثر عوامل وراثية امراض معينة تؤدي لموضوع مياه البيضة طرق العلاج اكيد فيه تقنيات علاجية حديثة اسهمت في حل هاي المشكلة حتى لا نهملها لا قدر الله ونوصل لمرحلة استرداد البصر يصبح من الصعب يعني الحمدلله احنا هون مستشفى العيون نواكب التطورات خاصة في علاج المياه البيضة زمان كانت الامور اصعب وكان المريض ينفحص عندك مية بيضة استنى عليها بس تزيد بس تفقد نظرك نقول عنه فقدان نظر مؤقت تفقد نظرك او تبلش الامور تسوع عندك تبطل تأثر على حياتك اليومي تعال نعمل لكيها ليش؟ لان العملية كانت صعبة مو صعبة بس لانه يعني فيها نحن نسمي فتح عين يعني نفتح حوالي نصب قرنية نستخرج المية بيضة وفيها خيوط هلأ جراحة هلأ لا الحمدلله الامور اطورت صارت تقنية نسميها الفيكو او الناس في بعض الناس بطلق عليها اللي هي الليزر اللي هي تقنية الفيكو عملية سهلة وبسيطة جدا المريض زمان كان بده دخول بده فحوصات او بيقعد بالمستشفى يوم ويومين هلأ دي كيس يجي بنفس اليوم العملية كلها ربع ساعة يتحضر التحطيب سريع يخرج بنفس اليوم ونتائجها فعالة وآمنة أبدا الحمدلله العملية سهلة وبسيطة ندخل على العين بمليمترات بسيطة نستخرج المية عن طريق تقنية الفيكو ونزرع له عدسة ومن ثاني يعني احنا نفضل يعني أنه نكشف على عين المريض حتى أصبحنا نكشف على عين المريض نفس اليوم في ذات اليوم المريض يلاحظ فرق كبير خاصة المرضى اللي اللي فعلا الميل بيضة عندهم متحجرة مسميها أو بمعنى ما تشوف مرحلة متقدمة مرحلة متقدمة جدا فالمريض بلاحظ الفرق دايركت بعد العملية جميل جدا طيب دكتور الآن احنا تحدثنا عن العلاجات الموجودة هل هناك طرق للوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين هلأ أكيد تحديدا مثلا وقلنا عند مرضى السكري مرضى السكري أكيد يعني هو مرضى السكري هم الناس أكثر عرضة نظرا لأن السكر عندهم شوي القرات تكون متلخبطة أو تراكم مش منتظة هذول لازم يكون السكر عندهم منتظة هلأ الناس بقية الأفراد المجتمع الناس اللي ما عندهم أمراض هلأ مأي البيضة يعني هي شي عمري شي رح يصير مع العمر هلأ فيه ناس ممكن تصير عندهم مع الخمسين ناس على الستين ناس ميجيك على الستين ما شاء الله ما عندهم شي فهي مسألة مش مرضية مسألة فسيولوجية تصير مع العمر ممكن أكثر عرضة للناس اللي اللي يشتغلوا مثلا بالشمس اللي ما عندهم مقايم الأشعار فوقب النفسجية هذول اللي يمكنهم نازم أنت دائما تلبس انظرات شمسية أو دروع واقي أيوا منظرات شمسية أشياء تلقيك من أشعة الشمس هذول أكثر عرضة أكيد بس هي مو مرض فهي ممكن تصيب أي حدا في أي عمر وخاصة الأعمار المتقدمة ممكن المريض يجري هذا العملية ويضطر إلى إجراءها في بعد سنوات معينة لا هلا هي العملية تميل بيضة بس في حال أجريت خلاص ما ترجع يعني تجرى مرة واحدة في ناس يعتقد أن مية بيضة ممكن ترجع هي ما ترجع بس وارجة جدا في ناس خاصة لصغار بالعمر بس ينزرع لهم عدسات تصير في تكلسات العدسة العين المزروعة هذه جراءة سهلة بسيطة جهاز زي هذا الجهاز زي جهاز زرفاق زي جهاز ليزر خاص نقوم بعمل بوليش نسميها أو تنظيف العدسة العين ويرجع نطر إذن ممكن الأشخاص اللي تعرضوا لعمليات جراحية في العيون يكونوا مهددين مستقبلا بالإصابة بالمياه الزرقاء في عمليات معينة نعم يعني خاصة الناس اللي بيعملوا عمليات الشبكية أو السائل الزجاجي اللي يحط لهم مرات نوع من أنواع الهواء أو الغاز هذه الوارد معرضين أنهم يصيرون عندهم مياه بيضاء إحنا هدفنا دكتور من خلال هذا اللقاء هو تعريف المشاهد بالمشكلة هاي مشكلة المياه الزرقاء اعتام عدسة العين وتعريفه أكثر بأن هناك تقدم طبي الحمد لله يسهم في أنه علاج المشكلة بطريقة آمنة وفعالة لأنه كثير من المرضى يقول لك أنا بخاف أوصل طبيب العيون هلا هي شوف المياه البيضاء يعني أكثر عملية تجرى في العيون حاليا هي عملية المياه البيضاء وهي من أسهل العمليات الحمد لله صارت فهي مدام الموضوع سهل وبسيط المريضة مفروض ما يخاف اتطورت التكنولوجيا كتير الجهزة صارت كتير أحسن العملية صارت يعني تجرى ما أبدأ أحكي لك يعني من خمسة إلى عشر إلى ربع ساعة بلكثير تكون الحمد لله عملية خالصة اختلفت الأمور تماما عن أول وخاصة طبيب جراحة العيون كثير تقدم السنوات الماضية يمكن تشوفي موضوع الليزك وشو على التطورات كذلك المياه البيضاء كذلك عمليات الشبكية كله كله اختلف عن أول فالحمد لله هلا المريض المفروض يعرف أنه بأيدي أمينة وأنه عملية سهلة وبسيطة وما في ضرر العين الحمد لله دكتور سؤال ممكن يتبادر لديهم كبير من المشاهدين بأنه تكاليف هذه العملية يعني كرينج قد تكون عالية أم هي بالحد الطبيعي عملية المياه البيضاء هي من ضمن النورمال رينج من العمليات يعني هي عمليات الشبكية أغلى عمليات الحوار لا تعتبر مكلفة لا أبدا 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 عمليات من ضمن الحد الطبيعي يعني ما فيها إيش عموما هو المثال الشعب الموروثي يقول لك على كل عين حارس صحيح لكن احنا ركزنا من خلال هذه الحلقة على أمراض العيون بأن العين ممكن تتعرض لإصابات مفاجئة ممكن تتعرض لأمراض مفاجئة أو مثلا ممكن تنمو ببطء لكن ما نكتشفها إلا بشكل مفاجئ صحيح دكتور عبد الرحمن العبادي شرفتنا اليوم في حقك تارف أهلا وسهلا وكل شكر على المعلومات اللي أضفتها دعا بالعقس أنت شرفتونا من مستشفر عيون وأهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على برنامج كل اللي بعطي فائد للمشاهد